سلام سلام بنات وش حوالكم ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية وتما تشوفوا في الفيديو تعال نهار اليوم المهم لبنات وش حبي تلقو لكم اليوم جبت لكم وصفة روعة 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 وان شاء الله يا ربي تعجبكم كاملين المهم لبنات الوصفة تعنام ما فيها شلف خي بزاف كما راكم تشوفوا فيها زوج حبة قارس وبيكربونات اللي اسنسيال وش جيت حطيت هنا يا حطيت هذو زوج الحبة تعال القارس في الماء عمرتهم حتى غامقين وزيت عليهم هذو البيكربونات اللي راكم تشوفوا فيها ونخليهم خليتهم انا هنا يا خليتهم نقعو خليتهم قاعدو عشرة دقايق بعد العشرة دقايق هذوك وش روح تدرت جبت هذو زوج الحبة تعال القارس ونشفتهم كاما راكم تشوفوا تشوفهم مليح مليح هكذا باش تنقص لهم شوية هذيك البيكربونات مهم لبنات اللي هنية قطلكم نجيبوا هذوك الربعة براجين تعال القارس نعصرهم بيان واكيد قطلكم نستحقو احنا يا في هذه الوصفة راح نستحقو البراجين تعال القارس ما راحش نستحقو الماء العاصير وانا نقول العاصير هذك نستحقو منو واحد شوية يعني ما نستحقوش منو بزاف ليس نسي هاللبنات وش حبيت نقول لكم فضلا وليس امرا ما تنساش تشتركو في القناة وتضغطوا على كلمة الكل تضغطوا على الزر للجارس وتضغطوا على كلمة الكل باش كل ما نحط لكم فيديو جديدة تشوفوها معايا حبوباتي هكا يا انتو ما تربحوا مني يعني تتفادوا مني الوصفات وانا يا نربح محبتكم ودعمكم لي اكيد حبوباتي ليس امرا لبنات هنا يا جبت لهذاك القشور تاعل القارس كي ما راكم تشوفو نقطع فيه نقطعو نقطعو طرف صغار هكذا باش نقدر نرجعو في هذك القرعة اللي راه مقابلتني هاي ليكم هكا فالا كي ما راكم تشوفو المهم هاوليكم بعد ما قطعتو وش ندير جبت له هنا يا هذوك البراج ونحطهم كامل للداخل كي ما راهم من الاحسن اللي بنات قطعهم شوية صغار ويساعدوكم هكذا كخير ومديرهمش مشي صغار صغار بززف يعني موايا جاد ما يدخلوا للدخل لانا هكا شوية كبار ودخلوا في القرعة عادي المهم بنات هنا يا بعد ما كملت عمرت العمرت اللقرعان تاعي بهذا كل القشور انت على القارس جبت الخل هذا الخل الابيض نفرغ هنا الكمية اللي كانت عندي معليش ما تفرغوش بززف ديرو غير شوية وهنا يا جبت ملعقة انت على الملح صغيرة مغير فا كما نقولو احنا واللي هنا يا زيت مسحوق انت على غاسيل الاواني استعملي سيدتي اللي يكون عندك وما تكثروش ما تكثروش ما ديروش بزف عينك هي ميزانك واللي هنا يا نجيب الماء ونعمر كامل هذيك القرعة وحبيت نقولكم حاجة اللي كان متوفر عندكم الالكول زيدوا الالكول الكحول زيدوا شوية بس كيو مليح بزاف يزيد ينفع واللي هنا يا زيدي شوية من هذك العسير وانت على القارس وماذا بيك تصفيه باش ما يبقاش فيه هذك العفيس اللي فيه شوية يجيني وكي تكون يتمسحي ولا فالا اللي هنا يا كي ما راكم تشوفوا وراني نسي فيه معاكم بللي ما يدير حتى رغوة ما فيه حتى رغوة وما تكثروش قتلكم الايزيس فالا اول حاجة سيتها معاكم بانات هي هذي الطاوة اللي كنت نقطع فوقها وهنا يا ثاني سيت معاكم لون تيشوك انت الهاتف اهلا شوفوا يمسح بيا والله غيرها هايل ما شاء الله والله هنا يا سيت معاكم هذي الزجاجة هذي هي طاج ماشي زجاجة هي طاج بالزجاجة شوفوا يمسح قتلكم تخيب يا هايل ومامي يخلي الريحة ريحتو بزف شبة منعيشة بحلاني نشم فيها الريحة تعوب بزف هايلة يخلي ريحة القارس اكيد القارس مليح انا بلا يعني بلاقي حاجة نحب ريحة القارس وزيدوا قولولي انتو ما اسكوا تحبوا هذو المساحق انت على القارس ولا قولولي خلولي فلي كومنتغ لتحتها وجربوا الوصفة اكيد وقولولي فلي كومنتغ اسكوا نجحت معاكم ولا لا لا مع انو نجحت 100% انا نجحت معايا وتخيب يا هايلة ويسموني نستعملها من هذو الوصفة سابو يعني سيتها معاكم ونجحت لي اكيد ما رحش نتخلى عليها كيما شفتو مسحت بيها الكويزينياغ واللي احنا ياراني نمسح في الفخيجي داغ ثاني بزف هايلة الفخيجي داغ لبنات مسحوا بره ليدام ولبنات مسحوا بيها لبره ومسحوا لداخل ممل داخل مليح بس كوي هذي شغل كيفاش نقولو احنا يا مسحوق معقم فالكي ملخ المليح القارص مليح الملح مليح هذو كامل معاقيمة ومشي حاجة اللي تعتسمهم ولا على بلش يعني تقيتكم في الجلد انتحكم فلابو ولا ليس هنسيا اللي بنات حتى للارضيات وشتوه حتى للقش المهم اللي بنات ما نطورش عليكم ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم لها فيديو تعا نهار اليوم ما تنسوش كيما قطر